معي على الهاتف الآن ويشرفني أيضا معالي وزير الدولة وشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين الله يسعد مساءك سيد أنا أخرعد يعطيك العافية معاليك يعني إحنا مبسوطين بوجودك معنا لهذا المساء بصوت الشعب إحنا اليوم تحدثنا على مدار الساعتين والحديث يطول عن وعي عمان الصامت ووعي اليوم الحضر الشامل في كافة مناطق المملكة الأردنية الهجمية مع ارتفاع الإصابات بجائحة كوبا فيروس كورونا ولكن اليوم الحكومة باقة من الإجراءات التي تعكس إيجابا على المواضن الأردن سيدي ومن خلالك حبين من خلال ما عليك على الهواء مباشر سيد الله أعطيكم ألف عافية الله يعافيك بالدرجة الأولى الحقيقة برضو بدنا نشكر جهودك كإعلاميين وكل القطاع الإعلامي الحقيقة ترفعوا الراس وبدعتوا في الفترة الأخيرة هاي في يعني بث الوعي وبث الأمل أيضا في الناس مع الوعي وأيضا بث يعني نوع من التحذير بأنه إحنا لابد إلنا جميعا من الالتزام الحقيقي أنا اليوم يعني متفائل أن الأرقام الحمد لله بدأت الآن رايحة تطلع رايحين تشوفوا أنه النسبة الإيجابية للفحوصات يعني نزلت لتحت 16 يعني حوالي 15 و 17 بالعشرة بينما كنا في طول الأسبوع الماضي متذكرين 20 و 18 بالعشرة يعني هذا هيك إن شاء الله بدنا يعطينا برضو دفعة أمل يعني أرقام اليوم مباشرة ما عليك؟ الأرقام أحسن بكثير إن شاء الله الحمد لله بحدود 6400 واحد تقريبا الوقيات لازالوا عاليين 97 رحمهم الله الله يرعمهم جميعا وإن شاء الله أنه يتغمدهم ربنا بواسع رحمته اللي بدي أقوله إحنا الحقيقة يعني بدنا نعطي الأمل وإحنا كلنا متفائلين مع بعض إنه إحنا بدنا نذهب إلى صيف آمن بإذن الله إن شاء الله للذهاب لهذا الصيف الآمن لابد أخي الكريم لكل إخواننا الأحبة المواطنين من الالتزام بمسارين متلازمين متزامنين المسار الأول يتمثل بضرورة الالتزام الكامل بسبل الوقاية الوقاية إخواني الكمامة التباعد غسل الأيدي والالتزام بأوامر الدفاع اللي هي مصممة أساسا لحماية صحة الإنسان والرسل السلامة الجميع هذا المسار الأول المسار الثاني اللي أيضا بنرجوهم فيه هو موضوع المسارعة في التسجيل بمنصف التطعيم لأنه التطعيم هو حماية إلك بالإضافة للوقاية اللي أنت بتعملها بأساليب الحماية فهذول التنين إن شاء الله إنهم وصلونا إنه نصل لصيف آمن وأيضا الحكومة بإذن الله أسبوع القادم أيضا ستعلن عن بعض الإجراءات اللي هي بدها تخفف على جيب المواطن اللي برضو تمكنوا إنه يعني ضلوا جميع بقولوا طايش فوق المي بدناش إحنا لا صمح الله مع الأمور الاقتصادية التعباني اللي إحنا عارفينها إنه الواحد هاي الأمور تشده للأسفل لا إحنا بدنا نصعد للأعلى بإذن الله يعني ما عليك سيشعر المواطن بهذه الإجراءات أو القرارات؟ أشعر إن شاء الله فيها أنا الآن ما بقدر أعطي تفاصيل لأنه إحنا يعني خلينا نقول بنحط قاعدين اللمسات على الطريقة والآليات واللوجستيات وكذا وإن شاء الله أنه تكون أنت عارف إحنا بلد رقيقة في الحال أخي الكريم وإحنا بلد مرينا بسنين عجاف قبل الكورونا ومعروف الوضع تبع السنين العجاف لكل الناس ليش إحنا يعني الأردن له موقف سياسي مشرف وفرفع الرأس ودفعنا ثمن وأكلات اقتصادية كبيرة شايف وأيضا إجت سنة الكورونا لتعمق هذا الجراح لكن بإذن الله إحنا ويعني بهمة قائد الوطن دائما اللي بشد أذرنا جميعا إن شاء الله إحنا مقبلين إن شاء الله على صيف آمن وإن شاء الله وإن شاء الله نتطلع إلى عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بإذن الله إن شاء الله طيب ما عليك تحملني بدقاق سماحت نتحدث اليوم أيضا عن الحضر الشامل عن أخبار متداوعة عن حضر الشامل عن وجود حضر الشامل هل يوجد أم لا يوجد وأيضا شهر رمضان المبارك الرؤية للحكومة الآن بإنخلال شهر رمضان المبارك سيد أخي الكريم يعني يمكن أنا على كناطق رسمي للحكومة يعني مرارا وتكرارا كرر بأنه لا حضر الشامل وارد أبدا في المدى المنظور لا يعني الحضر الشامل غير وارد في المدى المنظور وعندما أتكلم عن المدى المنظور يعني في مدى أسبوعين ثلاثة بناء على الوضع الوباي اليوم الأرقام جيدة ترى يعني الحمد لله لأول طبعا جيدة نسبيا يعني احنا هذا الكلام لو كنا نحكيه قبل شهر لان بتكون تعتبر مش كويسة أما احنا مقارنة بالأسبوعين الماضين احنا اليوم بدأت الأرقام نشوفها أقل من أول وبدأت النسبة تنزل نتأمل أنه خلال الأيام القادمة بإذن الله أنه هذا الحضر المنتد الليلي مع حضر يوم الجمعة الشامل الذي نعمل أن يأتي أكله وأن تبدأ فعلا الأمور بالاتجاه الكريم وبإذن الله يعني أنا بطمن الناس يعني هذا حضر شامل أنا بدي يقيموا من رأسهم ما يخافوا من موضوع حضر شامل الحضر الشامل غير والد لأنه احنا يا إخوان عارفين أولا أنه وضعنا الاقتصادي لا يسمح على الإطلاق بذلك وضع الناس الاقتصادي والنفسي إحنا الوضع النفسي مهم جدا أيضا للناس لا يسمح بذلك وإحنا يعني مقبلين على الصيف بدنا نفتح فيه فإحنا ما بدنا نقعد نسكر وكذا لكن بإذن الله يعني إحنا أيضا مدركين أنه الناس اليوم بدوا يشعروا في موضوع ضرورة الانتزام بوسائل الحماية وبالأمور هاي صاروا حاسين فيها تماما ليس؟ لأنه يعني فيش بيت في الأردن للأسف ما دخلوا يعني هذا الوباء اللعين وفيش بيت في الأردن لم يكلم بعزيز ويفقد حبيب كل بيت في الأردن اليوم فيه للأسف بيت عزاء يعني للكورونا فلذلك أصبح اليوم موضوع المطعوم لم يعد ترف أصبح واجب وأصبح ضرورة جدا جدا وإحنا أيضا موضوع الانتزام موضوع أساسي شكرا جزيلا لكم للمداخذة اليوم اللي طلبتوها وأنه تسمحوا لي لأنه تعرفوا اليوم الجمعة مع الأحد الله يعطيك العافية مع عليك ممنون شكرا جزيلا مع علي وزير الدولة الشؤون الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة مع علي صخر دودين كل الاحترام لك سيد العزيز شكرا أحد كريم ممنونك أهلا ممنونك أهلا